نصفتنا لليام مميزة فلافل بطريقة سهلة وسريعة ضرورة تجربوها وتحكموه اول خطوة رح ننقع الحمص عمرحلتين 12 ساعة بر التلاجئ و12 ساعة داخل التلاجئ وقبل ما نبلش بتحضيره رح نغسل الحمص ونتخلص من مية النقع نستخدم فرامة اللحمة لفرم الحمص ممكن محضرة الطعام جود بالموجود حسب ايش متوفر عندكم واهم خطوة لنجاح الفلافل رح نفرم ربع الكمية بطريقة خشنة وباقي الكمية نفرمها بطريقة ناعمة ولفلافل طيبة رح نستخدم البصل والتوم والبقدونس والفلفل الحر واهم شي ما نبالغ باضافة الباقة العطرية لحتى يظل لونها حلو بعد القلي وننتقل لطريقة العجن نعجنها كتير منيح لحتى تخطولت كل المكونات مع بعض ومنعجنها مرة تانية مع الماي قد جزء من الفلافل للتفريز ووقت ما بدنا نطلعه منضيف عليه باقي الابهارات والباقي رح نقليه رح اكتب لكم كل الابهارات اللي استخدمتها اسفل الفيديو بنزل بالابهارات بالاضافة الى الملح والبيضة رح تعطيني هشاشة وحجم حلو للفلافل ولون دهبي بعجنهم سوا حلتي القلي اهم مرحلة ضروري ما نضغط على قرس الفلافل حتى يطلع من الداخل هش مو معجن وهيك الوصف جاهزة ممكن نحشي كمان الفلافل بشطة ضروري تجربوها وتحكموا رحكت